أكد وزير الخارجية المصري سمح شكري أن الجماعات الإرهابية توظف التكنولوجيا لارتكاب الجرائم بحق المدنيين مشيرا للجهود المصرية الكبيرة في مكافحة الإرهاب هذا وجاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب حيث تسلمت مصر رسميا الرئاسة المشتركة لمنتدى خلفا للمغرب قد واجهت مصر خلال العقد الماضي موجة غير مسبوقة من التهديدات الإرهابية سهدفت أمنها ومقدرات شعبها وراح دحيتها عدد كبير من أبناء الشعب المصري إلا أننا نجحنا في القضاء على ذلك الخطر بفضل جهود وتضحيات القوات المسلحة والشرطة المصرية ومن خلال اتباع مقربة شاملة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب وإنما تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية بما في ذلك ضحض الخطاب المنحرف المحرد على الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف خاصة من خلال مبادرة السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني وجهود مرسد الأزهر لمقافحة التطرف ومركز السلام التابع لدرى الإفتاء المصرية اشتركوا في القناة